معامل أهلية اختلفت عنوين منتوجاتها توسطت هذه المعامل المناطق السكنية في قضاء الدجيل جنوب صلاح الدين ومع كثرة المطالب بإبعادها ووجود المساحات الشاسعة لاحتوائها ما زالت تشكل مصدر تهديد مستمر على صحة أبناء الدجيل نحن جاءنا ملوث أنه يجبوننا هذه المعاملة القريبة عن الدجيل لوثت المنطقة بسنوب نجد حبات سود داخل بيوت داخلها الأطوال مننا كورونا مننا الأمراض المنتشرة بالمنطقة يعني جاءنا ملوث يجبوننا معامل قريبة عن الدجيل نحن نبعد هذه إن شاء الله نريد من المسؤولين من جهات المعانية يبعدوها عننا يعني نحن كل معارضين بتشدة هذه المعامل يبعدوها لازم يبعدوها البارحة حصراً امرأة تخربطت بالشارع وشلناها من وراء هذه المعانات وهذه الاقتناقات وهذه الأجواء اللي غير صحية للمواطن وعلى الرغم من تأكيد اللجان الصحية المختصة حجم خطر مخلفات هذه المعامل على البيئة بشكل عام وعلى صحة المواطن على وجه الخصوص ما زالت إجراءات الحكومة المحلية في القضاء والمحافظة غير صارمة وحازمة تجاه هذا الملف إن شاء هذه المعامل القريبة من المدن تكون داها تأثير على صحة المواطن خاصة الكبار العمر والأطفال وأغلب الحالات اللي تأجي للمستشفى هي بسبب هذه الدخان والأعادة التي تصدرها هذه المعامل فذلك نطالب بأنه تكون بعيدة عن المدينة حاولنا أننا خرجت عدة مرات ثلاثة أو أربع مرات بصحبة لجنة من البيئة والبلدية وكذلك الصحة ولاحظنا مكان المعامل حيث هناك تغرير سوف يصل إلى تغرير مفصل من بيئة الصلاح الدين إذا كانت تؤثر على صحة تمناء المواطنين حيث نعمل على أبعادها خارج حدود الدجيل غياب الرقيب والمحاسب وعد مهتمام أصحاب المعامل بحياة الناس جعل منها تكون مهددة لحياته دون أي تخوف أو رادع من صلاح الدين في رأس الحسني التغيير